توفي ما لا يقل عن 17 شخصاً وتم الإبلاغ عن فقداني العشرات في ولاية أندرا باراديش جنوب الهند بعد أيام من هطول الأمطار بغزارة وتعرضت الولاية الهندية لسيول شديدة منذ يوم الخميس الماضي ما تسبب في فيضانات عارمة في خمس مناطق على الأقل وأفادت السلطات إلى وقوع انهيارات في المباني ما تسبب في زيادة حصيلة الضحايا والمفقودين وحذر المسؤولون من أن العداد قد ترتفع مع استمرار عمليات الإنقاذ خصوصاً أن تصدعات في السدود والخزانات تسببت في مزيد من الفيضانات ما أدى إلى تقطع السبل بمئات القرى ومحصرة العديد من السكان في منازلهم هذا وتواصل فرق من القوة الوطنية للغاثة من الكوارث عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة